اه اه اسعد حاجة تسعد ابن واحدة للمطشاط اكيد لها معاني ولها احسيس اكتر واحد هو يكلمنا عنها طبعا الاستاذة مصطفى والد الشهيد ده اسامة سيد مصطفى برحب بيك منورنا ومشرفنا على قناة الاهة يا ربي يخلي حضرتك ويبارك فيك ويبارك في عمرك ويبارك في اولادك انت راجل ده ربط مسل عظيم اتفضل يا فن اتفضل سامعينك عايزين نسمعنا يا سيد محمد والله ايه انا بس سالة عدنبي يعني سامحوني بس عسان يعني الصوت ممكن يكون مغلق شوية هو باية من المطش بس او يعني بس الدنيا شباب برضي ربنا يديك الصحة حبيبي يا سيد محمد احساسك وفكرتك انك تكون مجنة اسامة في كل مباراة الاهلي وانك كمان تكون موجود في التالتة شمال موجود في المكان اللي دايما هو شرارة الحماس لكل جمهور النادي الاهلي في كل المباراة يعني انت عايز تغلب المواجع صح لا لا خالص لا الفكرة هنا فكرة انسانية انا بس انا هجوك من الاخر احنا وصلنا بعد معاناة وكبد والحد لما وصلنا هي بقوابة تمانية احنا مشينا تقريبا بتاع خمسة ستة كيلو ربيلة مبارغة وطلع والتذكرة درجة اولى كان معاك تذكرة درجة اولى درجة اولى تمام لقيت نفسي قاعد في تراب مبصش ما لقيت الحياة منورة مم فما ينفعش انا اقعد هنا جات لي حالة كده هوت ما قدرت اشاد امسك نفسي لحد لما قابلت اخونا محمد عزة واقف تحت رنت عليه وروح تنزله وفتح للباب وروح تطالع تمام وطبعا انا بيعرفوني عشر 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 خمستاشر واحد وانا طالع المدرج يعني رحبوا بيها شوية قلتلهم طبعا المنظر ما تنفع ما فيش مكان تقدر تنزل منه يعني تمام لكن هما عشان استرقافوا بحالي كده راجل عجوز وكده قلتلهم بس وروني السلانم بس وروني السلانم ونزلت وغبوا رح تطالع على الصور ولا كأني مشيت حتى عشرين كيل ولا ولا حسيت بأي حاجة انا الحياة انا كان بيقف ولادنا اخذ بالك وطبعا لقيت جل المدرج انت سمعني سمعك سمعك وبنصطلك بكل اهتمام جل المدرج تقريبا يعني مش متمرس انه هو يدخل التالتة شمال ممكن يكون راح يستقبل كده لكن التالتة شمال لا لكن يعني ايه مفيش ممارسة يعني المهم وسمعت كلام بودانيس انه هو يعني لازم تعديه في اليوم ده فكررت تقود المدرج بقى زي اسامة وزي الشباب واخد بالك انت تعلم انت تعلم الشباب كانوا بيعملوا ايه في المدرج وبعدين احنا مش عايزين نزايد على حد طب انت دايما العطول يا سيد مصطفى بتحضر المتشاط بتروح مباريات الكورة او اخر مرة روحتك امتى انا اخر مرة دخلت مدرج كنا في مدرج الكونفدرالية كان في ملعب الاولين العرب لا ده دور الابطال الفين وتلاتاشر لا حاسب الفين وتلاتاشر ده هو التالي كان في التالي القايرة يبقى الكونفدرالية الفين واربعتاشر ايه يبقى الجوز بتاعي مد متع في الديها تلاتة وتسعين مزبوط مزبوط وبعد كده وبعد كده اتمنعنا من الدخول لظروف معينة بالزبط لظروف معينة احنا ما نقدرش نتكلم فيها لحد لما يعني المسشات اللي اقول اخوش دخلوا فيها مية ولا دخلوا فيها متين ولا دخلوا فيها ما اعرفش ايه ده ما ده او جمهور الكرافاتات يعني او القمصان الزرقاء ما يستنفعش في التشجيع واختبال حضرتك تمام لحد لما جات الاستادمة بتاعت مصش الزهاب تمام ماتش ساندونز في جنوب افريقيا ايو حبيبي ونتغير بخمسة صفر انا عندي تلاتة وستين سنة انا عمري ما شفت النادي الاهل اتغلب خمسة صفر ابدا ممكن اتغلبنا اربعة لكن خمسة لا تمام فقررت انك تروح مع الجمهور وتمنى الملعب وتشجع رازم اروح انا بني وبني استاد بورج العرب تقريبا يعني ربع ساعة بالعربية تمام المهم حاولت المحاولات ان انا ايه يجيني تذكرة المهم لحد لما ايه اه اه اتوفقت واستيسرت وخدنا طيب النادي الاهلي بيمثلك ايه او استاذ مصطفى لا كده محمد يعني انت كده هو بيتطعن في احلويتي النادي الاهلي ده حياة يا اخوانا النادي الاهلي ده وطن الله الله عليك اللي مايحبش النادي الاهلي بيحبش بلد الله عليك بعمل انت باقي ويسيبك من يعني انت بتحب الاسماعيلي بتحب الزمالك ولا ده لا 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 كل واحد بيشجع في الاتو النادي الاهلي يا اخوانا ده كيان كيان الوطنية الوطنية في النادي الاهلي احنا انا 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 افتكر سنة السبعين كان انا اتخذين اعرف بات سنة السبعين كان في نادي الجزيرة كنا احنا في منظمة الشباب والتلايع كان مسيكها كمال ابو المجد الله يرحمه كان مسيك وقتها ترحمت كمال ابو المجد اه يا حبيبي واخد بها حضرتك وطبعا شوفنا الناجل الإسماعيلي هو جاي بالدرف الناجل الإسماعيلي كان بالدرف الناجل أهلي أخوانا مظبوط الناجل أهلي بقى أما بنقول الناجل أهلي هيكل لحاجة تمس الوطنية تمام أستاذ مصطفى أستاذ مصطفى أنا سعيد جدا بمدخلتك ومكلمتك واتطمنت عليك ووجودك في المدرج حاجة أسعدتني والصورة قدام كل مشاهدي قناة النادي الأهلي الفيديو ده المنتشر على السوشال ميديا يكون موجود في قناة الأهلي في جمهور الأهلي يعني لرجل يرضي ربه قبل أي حد ويعطي ما هو تأكيد لأن الحياة يجب أن تستمر رغم أنه فقط عزيز لديه لكنه سعيد أكيد أنه عزيز لدى ملايين من الأهلوية كلهم بيعتبروه من أسرته ربنا يا ربي يكرموا الراجل المحترم ده وكل شهداءنا في الجنة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أستاذ مصطفى أنا بشكرك ودايما كده نشوفك على خير ونتطمن عليك شكرا لنجزين أستاذ مصطفى